السلام عليكم كي ديرين أشخباركم كانت سمنا تكونوا كلكم بخير وعلى خير شكرا لكم بزاف على هات علاقاتكم الرائعة اللي كتوصلني شكرا للناس اللي كي جربوا الوصفات وكي صيفتوا ليات تطبيقات ديالهم وليوم غادي نشوفو هاد لي تغطلت بلا كريم باتي سيار وغنديرو ايدا تارت باللوز بعجين واحد عجين احترافي كي خدمو به الناس اللي كي خدمو ليكموندو ايدا حتى الكريم باتي سيار وحتى الكريمة ديال اللوز فالوصفة كلها ديال الناس المحترفين غنزيد واحد الاضافة في العجين اللي غتعطيه خسيلف غنزيد الكوك وممكن تخدمو غير بالطقيق إلا ما عندكمش الكوك فكيجي واحد العجين اللي مقرمش كخوستيون وكيدوب في الفم وهاد لا تغطي ديال اللوز كتجيب حشوة اللي معلكة لديدة بزاف وسهلة فتحضير كي ما غتشوفو معايا نمشيو على بركتي الله نشوفو المقادير والطريقة وإلى عجباتكم الوصفة ما تنسوش تديرو لايك غادي نبدو بالعجينة لابات سابلي غادي نحتاجو لها 150 جرام ديال زبدة ديال بواطة بدرت هادي ليليا عندكم زبدة حيوانية يكون أحسن وغادي نحتاجو بيضة واحدة تكون غير صغيرة كيس ديال سكار فاني و90 جرام ديال سكر ناعم سكر غلاسي وكإضافة غادي ندير الكوك ولابودغ داموند أنا هاد لابودغ ديال اللوز غير كانت عندي وغادي نزيدها الكوك اختارو كوك من نوع جيد إلا بغيتو تستعملوه إلا ما كانش عندكم فما ما تديروش هاد الكوك ولوز بلا ما تديروهم يعني ماشي ضروريين في الوصفة غير هما كيعتينونا واحدة لإضافة أكتر في الماضاء وحتى كتجي لعجينة كخوسيونت كتار فتسعين خمسين جرام ديال الكوك اللي نطحنوها مل أحسن طحنوها وغنحتاجوا قشور ديال بورتقالة أو حمضة أنا غندير نكهة ديال بورتقال عندي ودقيق حسب الخليط هنا عندي ثلثمية جرام وغادي نزيد واحدة شوية نزيد تقريبا عشرين جرام فكناخدو إينا نديرو فيها رشيشة ديال الملحاء الزبدة سكار غلاسي وكنخدموهم بيد دينا حتى كي نساجمو من بعد كنزيدو البيضة هاد زبدة كتجي سهلة في الخدمة تغيية تغيية كتندمج وخات تكونوا يلا مخرجينها من تلاجة كتجينا سهلة في الخدمة كانت عندكم زبدة لي كتقصح فضروري تكون بحرارة المطبخ هنا زبدة الفاني وغنزيد شوية ديالنك هادي البرتقال ماشي ضرورية عندكم قشور برتقال او اللي الحامض ممكن تخدمو بيه صافيوك نجمعوهم ما عندكم شفاك تافي وغير بالفاني يعني ماشي ضروري وهنا قبل ما نضيفو الدقيق ضروري نخدمو هاد المكونات بيد دينا او بطراب يداوي حتى كي نساجمو يعني غاتولي عندنا بحال كريمة عاد من بعد كان ضيفو الدقيق هنا زبدة لابودغ داموند او اللوز مطحون انا عندي كان عندي اللوز وطحنتو خدمت بيه وبقى عندي هادي تقريبا معلقة كبيرة ممكن تديرو حتى ال 30 جرام ديال لابودغ داموند في هاد الوصفة الى بغيتو تخدمو غير بلابودغ داموند مع الدقيق صافيو وضفت كذلك الكوك الكوك يكون نوعية جيدة يكون ميت دم باش ما تجيناش هاد ما ينشفش لينالابات ما كانش عندكم الكوك مزيان فلا داعي يعني خدمو غير بالدقيق صافيو كمدا نضيف الدقيق بشوية بشوية غير كنجمعو من عجنوش وخودو دقيق ليكون خاص بالحلويات دبرا ولا كيكتبو على الدقيق لي كيتبع كين دقيق اللي خاص بالخوبز وكين دقيق اللي خاص بالحلويات انا زيت هنية واحدة 30 جرام ديال دقيق ما ضفت هاش كلها يعني ضفت 20 جرام خدمت ب320 جرام بالضبط هذيك الكيمياء اللي بقات لي من 30 جرام صافيو جمعتها العجينة تكون ما كتلصقش باليد ما نقصحوش العجينة بزاف يعني ما مقوش نضيفو دقيق بزاف باش تجين العجينة هشيشة وتجي كدوب في الفم وفي نفس الوقت ما نخليو هاش شيني خفيفة بزاف باش نقدرون نخدمو بيها هنا انا درتها في كيس بلاستيكي وكن نطلقها شوية بالمدلك وغندخلها التلاجة عندكم الوقت خليوها واحد نصعف تلاجة وعاد خدمو بيها انا غنخليها فقط الوقت اللي غندهن هاد ليمول صافي وغادي نخرجها كندهنوهم غير واحد دهنة خفيفة إلي عندكم بحل هاد ليمول ورا ما كي يلصقوش صافي هنا خرجت العجينة غادي ناخد واحد الجزء منها والباقي غادي نخليوه باش ملكة تشيط لينا العجينة كنخلطوها بعجينة اللي جديدة انتو معارفين او المبتدئات اللي معارفين ش ما فيها بس يعرفوا ان العجينة ديال الساب ليمولي كتخدم بزيفرة ما كتبقاش بنفس الجودة هنا خديت قطعها اللي تكون شوية كبر من الليمول اللي غنخدم بيهم وكن قطعو بيها العجين ممكن إلاجاتكم العجينة صعيبة انكم تهزوها ممكن تغطيوها ودخلوها واحد شوية لكونجيلاتو ومن بعد تخرجوها وديروها في الليمول كنحطوها بحلكة ندخلو العجينة نهبطوها للقاع وهي مرتاحة يعني ما بدوش نزيروها وكن ندخطو في الجوانب كيما كتشوفو عجينة ما تكونش غليدة بزاف وما تكونش رقيقة بزاف إلا كانت رقيقة غادي جيونا هادوك الجناب اللي غايت طيب وليت اغطلات غاي جيونا كي تهرسو سفي كنقادوها على المول وكنحيدو هادا كالفائط ممكن تحيدوه غير بيديكم ولبانتلينا شي بلاسة رقيقة في العجينة بزاف ممكن نزيدو شوية لأن العجينة رهار طبع كتجينة سهلة في الخدمة بنفس الطريقة كنستمرو حتى نكملو الكيميال عندنا كلها كندخلو العجين حتى القاعد يلموه وكنضغطو في الجوانب نحيدو الفائد سافي وغمقو غاديين حتى نكملو الكيميال كلها هادا العجينة اللي بقات لنا غادي نزيد لها عجينة جديدة من العجينة اللي خليت وكنتلقو بنفس الطريقة ونقطعو بالمرشم او بالقطاعة هنا انا طلقتها باش نحطها فوق هادي سافي وكنتلقوهم بجوج وحاولوا العجينة ما تبقوش تقطعوها وتجمعوها وتعودوا تخدموها دكشي علاش كيجيكم صابلي كيتقلص وما كيجيش الملكي طيب ما كيجيش زوين هنا يا بعد ما كملت حاولوا انكم تقبوهم بفورشيد عاد من بعد ندخلوهم المجميد باش من اللي كندخلوهم المجميد باش من اللي ندخلوهم الفران ما كينزلوش جناب يعني كيحافظوا على الشكل ديالهم انا نسيت ما تقبتهم شو ولكن ارغا رجع نتقبهم هنا غا نحضروا الكريمة خديت نصف ليتر ديال الحليب خديت منه كاس ديال العنبة والباقي درتو هنا يا فكاس رونا غادي نديروا فوق النار حتي يبدأ يغلي وهذا كالكاس ديال العنبة اللي غادي نحضروا به هاد الخالد هنا عندي هنا انا نضفت خمسين جرام ديال لا كريم باتيسيار ما عندكم ش ممكن ديروا الناشا ولكن لا كريم باتيسيار كتكون احسن ومياز جرام ديال السكار سينيدا انا مدرتوش الكيمياء كلها ما بغيش الحلاوه بزيف مهم المقادير ديال الوصفة فيها مياز جرام انا نقصت هادك ربع كاس كنخلطو السكار مع لا كريم باتيسيار هومي اللولين باش ما تتكورش لنا من بعد و كنضيفو بيضاء و كيس ديال السكار فاني او معي القا ممسوحة ديال نكهة ديال فاني معي القا غير ديال القهوة و هنزت الكاس ديال الحليب اللي خليت صافي و خلط سمحوا لي ايا كانت الكاميرا واقفة كنت ستريسي بزيف فما رضيت البال ازت هادك الكاس اللي خليت فيها الول و الكيمياء اللي بقات ديال الحليب درناها فوق النار حتى وصلت لدرجات الغلايين و كان بدو نزيدو عليها هاد الخليط اللي حدرنا غير بشوية 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 ما ضيفوش الكيمياء كلها مرة واحدة كيمياش فتوحنا كنطربو بطرها بيدوي حتى كتنساجم هاد المكونات و كان رجعو الخاليط فوق النار حتى يتقال وهنا صافي ها هي الكريمي ديالنا طابت ما كتجيش مكورة كتجي ناجيحا غير خلطوها مزيان بطراب ما توقفوش من الطراب اليدوي و ازتها واحد المعي القا ديال الزبدة يختياري هاي اللي بغيتو تديروها صافي و كان نفرغوها فوحد الإناء باش نخليوها تبرد قبل ما نخدمو بها رضغية دغية كتتقال ملي كنخليوها فغادي نغطيها بفيلم أليمونتر او سولوفين يكون كيلامس لوجه ديالها مباشرة باش تما تديرش لينا القشرة او الكروت انا غنخليها فتلاجة انا حضرتها نهار بقبل و ممكن تخدمو بها في نفس الوقت اللي حضرتوها في غير تبرد مزيان صافي هنا يخرجت هادوك اللي طاقتولات من المجمد باش نتقبهم بفورشيد لاني نسيت و غادي رجهم للمجمد و نحضرو الكريمي ديال لوز اللي غنديرو فلا طاقت اللي كبيرة شوية قياس ديال هاد دارت فيها تسعتاش ونص سنتيم غادي نحتاجو لهاد الكريمو مية وعشرين جرام ديالا بودغ داموند انا خديت اللوز بقشورو طحنتو و غربلتو مية جرام ديال كارسينيدا و مية جرام ديال زبدا اللي تكون بحرارة المطبخ و جوج بيضات إلا خدمتو بزبدا اللي خدمت بيها يعني و خد خرجوها من تلاجة و تخدمو بيها مباشرة ما كينش مشكيل كنخلطو هاد المكونات كلها في انا و كندربوها بطراب كهربائي هنا قبل ما نبدأ نخدمها بطراب كنفزدق هادوك النواشيف باش ما يبدوش يطيرو لينا ممكن تزيدو النكهة ديال الفاني لبغيتو ممكن تزيدو النكهة ديال اللوز خصوصا إلا خدمنا بلوز اللي رومي ما كيتكونش فيها نسمى بحل لوز بلدي فممكن تزيدو النكهة ديال اللوز صافي كان نخدمو هاد الكريمة كيما كتشوفو كتقال صافي غنخليها في تلاجة حتى نحتاجها يعني حتى نطيب هادي كلابات نص طيبة هنا سمحو لي المقطع اللي صورت فيه فاش لبست المول ما ما لقيتوش المهم ان كنتلقو العجينة بنفس الطريقة وكن لبسوها المول وكندخلوه المجميد قبل ما نطيبوه كنخليو حتى العجينة ديالو كتقصاح باش ما يبقى محافظ لنا على الشكل ديالو نتكوه حتى هو بفورشيت ما ننسوش وكندخلوه الفران سخون اه كان نطيبوه من الاسفل تقريبا غير واحد خمسة ديال دقايق وكن طيبوه الفوق حتى كياخدوا واحد اللون دهبي يعني تقريبا عشرة دقيق من الفوق لانا غادي نرجعوه غادي نعمروه هنا نرجعوه باش يجينا هديك الباختي اللي ما بين الكريمة والعجينة تكون طيبة انا قبل ما نعمروه بالكريمة درت شوكولا بالحليب غيش ممكن تديرو شوكولا نواغ اللي بغيتو هادي الشكلات اللي درت انا ودرتها بحل صديفات ممكن تحكو شكلات او تقطعوه طريفة صغر وديروه في القاعدة قبل ما تديرو الكريمة هادي غير اضافة الى بغيتو تزيدو مدق اكتر بشوكولا صافي وكنفرغو الكريمة وكنقدوها بسباتيول انا خليت شوية جنب ديال لا تاخت نازلين جوني قد الكريمة قد قد يعني من الاحسن يكونو جنب شوية طالعين على على الكريمة باش ما تتخرش لنا هديك الكريمة من اللي ندخلوها الفران صافي رشيتها باللوز ايفيلي وغندخلوها الفران تكمل طيب ديالها غنشعلوه من الاسفل فقط على نار مهيلة كم طيبو هاد لابات على نار مهيلة باش كتجينا مقرمشة وكتجي طيبة ومحمرة مزيان صافي شعلت غير واحد شوية من الفوق لانا بدت كتتحمر بوحدها من الفوق وهدا هو شكلها بعد ما خرجتها من الفران انا واحد شوية سحت ليا لاني درت سجنب شوية هابطين وحطيتها ميلة في الفران مباشرة بعد ما كنخرجوها وهي مازال سخونة دهنتها بناباجو هدا هو شكل ديال الوصفة اللولة كتجي رائعة كتجي لديدة بزيف وهدي كلابات الليل تحت ما كتجيش معجنة كتجيب بالعكس مقرمشة ولديدة بزيف هنا يلي طاقتولي تحتهم مدخلتهم من الفران نخرجهم من المجمد مباشرة الفران كي طيبو على نار مهيلة كنشعلو فلول غير من الاسفل حتى كي بدو ياخدو لوندهبي من الاسفل وكنشعلو الفوق وكنخليوهم يتحمروا هنا الكريمة خرجتها من تلاجة غنضربوها شوية بطراب كهربائي هي روخة كتباليكم بحلاكم اللي كنضربوها رها كتولي كريمية وكتولي تقيلة نقدرون خدموها بجيب حلواني سفي كنخدموها مزيان وكنديروها في الجيب وإلى ما كانش عندكم ممكن تديرو غير معلقة وتعمروا لي طاقت ديالكم يعني ما كيش مشكل نهائيا هذا غير تزين فقط بعدما كيبردو لنا لي فونده تاقت كنبدو نزينوهم أو كيما كتلكم تديرو غير معلقة وتعمروهم وتزينوهم الفوق بليف خوية أو مكسرات اللي اللي موجود عندكم سفي من بعد أنا خديت لي فخوي لي عندي قطعتهم ودهنتهم بشوية ديالناباج وزينت من الفوق وممكن من اللي كتلبسوا العجين اللي مول ديالكم تحتفظوا بهم في المجمد حتى الغد وطيبوهم وهذا هو الشكل نهائي ديال الوصفات ديالنا دياليوم نتمنى أنهم يعجبوكم وتجربوهم بصحة وراحة وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفات جديدة بإذن الله اشتركوا في القناة